السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم صدمة تهز رأي العام في تونس اليوم نحكيه الناس كل في مواقع التواصل الاجتماعي على خبر راج البرح بخصوص يوسف الشهد رئيس الحكومة الأسباق المتعلقة بعدة شبهات عنده عدة ملاحقات قضائية من أجل شبهات فساد إلى غير ذلك يتم تداول خبر بأنه تم تعيين يوسف الشهد أستاذ محاضر في جامعة هارفارت الأمريكية الخبر هذي مثل صدمة كبيرة للتونسة ومالبارح يعني يقولوا أنه كيفيش هالجامعة العريقة هذي الجامعة الكبيرة الجامعة المهمة يسر في العالم أجمع على مستوى المضامين اللي تقدمهم على مستوى خيرة الأساذة اللي قريوا فيها على مستوى يعني اللي تقدموا الجامعة هذية تختار يوسف الشهد نحب نقول قبل ما نحكي على الجامعة وعلى الأخبار هذية إنه موش كان يوسف الشهد أكا هو بشي قري فيها ديوغ المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق زيدا كان هبت منذ أيام اللي جامعة هارفارت زيدا استدعتوا بشي قري فيها تلقى دعوة من مركز آش للحكمة الديمقراطية بجامعة هارفارت في الولايات المتحدة الأمريكية بشي قوم الدكتور المنصف المرزوقي بمهمة تدريس عن مشاكل التحول الديمقراطي في العالم العربي المدة من 15 أوت إلى 15 ديسمبر من عام 2022 ونحب نقول بأنه أسبق للدكتور المنصف المرزوقي أنه يحذر في الجامعة العريق هذية كان سنة 2017 وبالفعل المنصف المرزوقي هبت منذ ساعة قليلة تصويرته وهو يعني في باهو الجامعة جامعة هارفارت الأمريكية اللي صار هو زيدا تم تداول خبر آخر وهو خبر صحيح وخبر رسمي يعني جامعة هارفارت الأمريكية تقرر تعيين رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كأستاذ محاضر في برنامج مبادرة الشرق الأوسط بمركز بولفار للعلوم وشؤون الدولية التابع للجامعة اللي تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي يوسف الشاهد بشتولى قيدة فريق دراسة حول التنمية والتحولات الديمقراطية بش يركز العمل اللي متاعه بالأساس على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية اللي تواجه البلدين النامية وخاصة بلدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي صار هوني واللي ثرجة دل هو إن يوسف الشاهد مش في تونس أصلا مش متواجد في الوقت الحاضر في تونس هو متواجد خارج حدود الوطن تتعلق به عدة شبهات فساد مختلفة ومتنوعة شبهات هي قائمة كاملة متاع شبهات فساد به نلقاه بأنه مثلا موجود تحت البحث والتحقيق في ملفات قضايا فساد وطبيض أموال متعلقة بيوسف الشاهد نحكيه على الهبة السعودية لترميم جيمة عقبة ابنه نفع في القيراوين نحكيه على ملف آخر متعرف على التجميد على رجل أعمال مروين بن مبروك نلقاه التعامله مع مهرب الزيت المحكوم بعام سجن مغير ما نذكره الأسمة ومئة مليون اخطية مقابل دعم حملة تحية تونس في انتخابة 2019 نلقاه زيادة شبهة متاع منح رخص المشروبات الكحولية لشخص معين مقابل دعم حملة تحية تونس كيف كيف في 2019 ونحكيه على الهبة البريطانية اللي تعود إلى سنة 2018 اللي اخذيها معناها يعني تصبط له لتلميع صورته والمعلومات هذه نشرتها صحيفة الجارديين البريطانية فما زاد شبهة فساد أخرى بشركة توديني الإيطالية وبيع شركة فور بي إلى شخص آخر كيف كيف يوسف شهدن حب نقول بأنه أعلق على مسألة الهبة البريطانية النخذية هو هبة بريطانية وهذه اللي راجت بشكل كبير ولكن هو خرج وعلقها لها قال تكذيب وتوضيح لوجود لما يسمى بالهبة البريطانية رغم اللي حكيت عليها وسائل الأعلام موثوقة جدا بريطانية يقول بعض وسائل الأعلام تفعل كل شيء من أجل البوز وترمي عرض الحائط بكل الموثيق الصحفية والأخلاقية وتبني سيناريوهات خيالية رفقة الصفحات الفيسبوكية المأجورة بناء على التقرير للتدقيق في القروض لم ينشر بعد بل ولم تطلع عليه أصلا هذا التقرير اللي رئيس الجمهورية يعني بيسدد التدقيق فيه ووزارة المالية أعطاته التقرير هذية وتقابله من بعد مع وزيرة المالية ومع محافظة البنك المركزي وفم اشتغال على الملف هذية بشكل كبير دايك يعني تحرك الملف جبدوا برشة شخصيات مش كان يوسف الشهد بما فيهم يوسف الشهد موضوع حديثنا لليوم يقول ليس هناك أصلا شيء اسمه هبة بريطانيا يقول الهبة تخذع لمعايير واتفاقية معينة بين الدول ولم تمنح لتونس أي هبة من بريطانيا يقول كم فم التعاون التقاني بين تونس وبريطانيا انطلق منذ 2014 يخذع لعملية مراقبة دقيقة للأنشطة المكونة ليه يتمثل في وضع خبراء وتقنيين في التخطيط والاستراتيجية والاتصال لدعم قدرات الإدارة التونسية تعاون هذا التقني تقوم بتونس مع برشة دول أخرى يقول وما زال متواصل إلى اليوم أما يقول هالموضوع هذا لم تتلقى الحكومة أموال ولا هبة بريطانية ولا 18 مليون دولار اللي يحكيوا عليها الهبة البريطانية كل من محظ خيال انفلت من العقال في إطار غير أخلاقي رادي استيمته الاختلاق الأكذيب ومغلطة الرأي العمان كمبليتمون رغم وسائل الأعلم بريطانية حكيت عليها موجودة في تونس موجود حتى المبلغ وقتش تسلمتها تونس لأنه نفي مطلق الشي اللي ساير به خليني يقولكم سؤالي المطروح اليوم هل قيسس عيد يتحرك بخصوص استدعاء رئيس الحكومة الأسبق في الشهد للتدريس في جامعة هارفارد هل يعارض هذا القرار هذا هل يراسل جامعة هارفارد بخصوص أنه أستاذ محاضر تتعلق بحده تشوفوهات متنوعة ومختلفة في تونس كيف سيحاضر في هذه الجامعة العريقة بخليني نحكيكم شوي على الجامعة يمكن ما يعرفهاش فما برشة رؤساء وكبار مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية سيعمل متخرجين منها من هارفارد المنحة التي تقدمها جامعة هارفارد تقريبا 42 مليار دولار يعني جامعة عريقة وامتيازات مالية رهيبة تقدمها الجامعة هذه تقريبا 180 شخص ينتمي للجامعة تحصلوا على جوائز نوبل ميدالية فيلدز أو أكثر من أي جامعة أخرى في العالم فما طلاب وخرجي جامعة هارفارد يفوزوا بجوائز أوسكار 10 جوائز أوسكار 110 ميدالية أولمبية أسو العديد من أكبر شركة في العالم أكثر من 180 من الملياردرات اليوم تخرجين من هارفارد جامعة عريقة جدا جامعة هارفارد هي جامعة أبحاث خاصة تقريبا في مدينة كامبريج في الولايات المتحدة الأمريكية اتأست عام 1636 باسم كليات هارفارد شوف قديش عريقة الجامعة هذه سميت على اسم المتبرع الأول لها وهو رجل الدين البروتستانتي جون هارفارد هي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات شهرة في العالم عريقة جدا إذن المنحة المالية للجامعة هذه 36 مليار دولار أمريكي مؤسسها جون هارفارد كما قلت تكاريف الدراسة فيها 20 ألف دولار أمريكي بالفصل الكلية فيها الطب فيها الهنسة فيها الإدارة فيها القانون وغيرها نلقا برشة معطيات على هذه الجامعة العريقة قديش عدد الأسئلة اللي قالوا فيها 2106 أستاذ عدد الطلاب 36 ألف واثناشن طالب هذه بإحصائيات أوت 2018 عدد الموظفين اللي يخدموا فيها 19 ألف ومية وثمانية وسبعين إحصائيات سبتمبر 2020 دونك معلومات لحقيقة مهمة الجامعة هذه طبعا المحكمة اللي في الولاية اللي تأسد فيها الجامعة هذه سمحت بتأسيس الجامعة عام 1636 علت هذه تقول إنه مخافة أن يصبح خدام الكنائس أميين عندما يصبح الخدام الحاليين تحت التراب وعلى الرغم من عدم ارتباطها رسميا بأي طائفة لأنه كلية هارفارد في سنواتها الأولى قدمت التعليم والتدريب بشكل أساسي لرجال الدين هذا كان في البداية خلال القرن الثامن عشر تم علمنت منهجها وهيئتها الطلابية تدريجيا وبحلول القرن التاسع عشر برزت كمؤسسة ثقافية مركزية لقات اهتمام كبير من نخبة بوستن وهم أعضاء من الطبق العليا التقليدية في بوستن من البروستانت البيذ من أصول أنجلوساكسونية في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية مر رئيس الجامعة أنا ذيك عام 1869 حتى 1909 بتحويل الكلية والمدارس المهنية التيب عليها إلى جامعة بحثية حديثة وفي عام 1900 بالضبط أصبحت جامعة هارفارد عضو مؤسس لاتحاد الجامعات الأمريكية وخلال فترة الكأسيد الكبير والحرب العالمية الثانية تولى جيمس كونانت رئيسة الجامعة وقام بإلغاء رسوم الانتساب إلى الجامعة بعد الحرب تتكون الجامعة من عشر كليات أكاديمية بالإضافة إلى محد راد كليف للدراسات المتقدمة تقدم كليات الأداب والعلوم خيارات الدراسة لمجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية للطلاب الجامعيين والخريجيين بينما تقدم كلية أخرى شهادات في دراسات العليا إلى غير ذلك ويطول الحديث على هذه الجامعة العريقة ترجمة نانسي قنقر